بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير عليكم ازيكم عاملين ايه جولة جديدة ويوم جديد في سوق التونس الحضاري بس النهاردة جولتنا عن الاساس المستعمل اللي اسعاره على قد اليد جدا حاجات حلوة قوي واسعارها حلوة جدا ان شاء الله هتعجبكم عندنا غرف نوم اطفال انطريهات ركن صالونات عندنا حاجات حلوة جدا احنا فين احنا في محل رقم 114 الدور الاول مبنى الف عند عم ربيع الشبح نسبتلكوا رقم التليفون عشان لو حابين تتواصلوا معي اول حاجة عندنا الرقم اللي انتو شايفينها دي سعرها 3000 جنيه الشلط بتاعتها متحركة وزي ما انتو عارفين الرقم اللي زي دي في سوق التونسي كله بتبقى ب3000 ونص الانطريه ده كمان ب2000 ونص زي ما شفته كده ده مستعمل هندخل بقى المحل ونشوف بقى الحاجات اللي موجودة فيه بس الاول هنشوف قط النوم اللي برا دي قطة نوم كل القطة النوم اللي احنا هنشوفها الاواين بتاعتها هي اللي زين تمام جدا بس دي زين كلها دي كلها زين قطة نوم حلوة جدا جدا ب12000 جنيه طبعا هتشوفوا حاجات اقل عشان ما هتقولش لأ فين الاسعار القليلة هتلاقوا حاجات اقل بس دي كلها زين قطة جميلة جدا بسيطة وجميلة وهدية زي ما انتو شايفين كده معاها الاتنين كومدينو والتسريح وفيه كمان تقريبا عسكري كده على الجنب هندخل بقى البحل ونشوف اللي موجود عندنا الركنة دي ب2800 على فكرة الركن جديدة هما اللي بيعملوها ب2800 عشان الشلط بتاعتها سبتة مش متحركة تمام كده يبقى اللي بره بتلاتة عشان الشلطة بتاعتها متحركة في قطة النوم اللي قدامكم دي ب5000 جنيه القوضة دي كل قوايمها زين تمام يعني القوضة اللي احنا هنشوفها الزين هقول لكم زين اللي قوايمها زين بس هنقول قوايمها زين بس فيه كمان قطة النوم دي طبعا قوضة شكلها حلوة جدا وبسيطة كده وهدية وسعرها ستة لف وخمسمية جنيه طبعا انا غيرت الواجهة بتاعتي عشان اجيبها لكم بشكل افضل بصوا شكلها حلوة جدا بصراحة يعني اكتر قوضة كانت ملفتة النظري في المحل وهدية كده وبسيطة دي القوضة دي كلها زين باثناشر الف جنيه كل القوضة زين بصوا دي مراية التسريحة السرير كمان فيه فكرة بصوا انا هجيبلكوا التسريحة بقى بالتفصيل كده عشان تشوفوها هي فيها مراية بالطول اهو زي ما انتو شايفين كده يعني فكرتها حلوة فيها المراية اللي بالطول وفيها المراية الصغيرة لاتنين مع بعض مش هتبقي حبة ان انت تجيبي المراية الطويلة منفصلة عن التسريحة بتاعتك لاتنين في بعض ففكرتها حلوة جدا اهو كمان بصوا السرير كمان فيه فكرة كده زريفة تحس ان فيه لوحة في ظهر السرير شكلها حلوة جدا شكلها زريفة جدا جدا يعني فكرة جيدة وزريفة يمكن الشغل الدهبي ده يبقى اه كتير شوك فيه ناس ممكن تستقطروا شوية وفيه ناس هتحبوا طبعا دي ازواء وكل واحد اه ليه زوقه اه في الاساس بتاعه دي القوضة دي زي ما قلتلكم كلها زين وب12000 جنيه هنشوف حاجة غيرها بقى فيه كمان القوضة دي شكلها برضو زريف بتمن تلاف جنيه الاواين بتاعتها زين اهو زي ما انتم شايفين هكده فوق التسريحة والاتنين كومودينو والسرير بتاعها تحت اهو الناس اللي سألتني على مطابق برضو جايبا لهم اه مجموعة مطابق في الفيديو ده برضو عند عام ربيع ان شاء الله تعجبكم بازن الله او تلاقوا فيها اللي انتم عايزينه القوضة دي 7000 جنيه برضو الاواين زين فيه كمان عنده صالون شكله حلو جدا هنشوفه وكمان سعره حلو جدا جدا برضو هنشوفه مع بعض اهو ده سعره 5500 جنيه اه التنجيد بتاعه حلو جدا فيش فيه اي مشكلة معاها اتنين تقطوقة اللي انتم شايفينهم دول والترابيزة الرئيسية موجودة برضو تحت يوم هنشوفها دلوقتي اتنين كرسي واتنين بجير ومعاها تقطوقتين والترابيزة الرئيسية اه حلو جدا شكله جميل جدا وكمان تنجيده حلو اه و 5500 جنيه وزين اه 5500 جنيه على الطقم ده انا شايفاهم انهم مش كتير يعني سعر لقطة سعر لقطة كل اللي محتاجه تلميع التلميع بس بتاع الخشب يتلمع تنجيد بتاعه بصه السفنج بتاعه حلو جدا محترم اه هو عايز تلميع وتنظيف للفرش بتاعه بس يعني مجرد غسلة كويسة كده اه الفرش بتاعه هينضف وتلمعي الخشب بتاعه مش اكتر من كده مش محتاج حاجة تاني ممتاز ترابيزات بتاعته كمان جميلة جدا هيه برضو محتاجة تلميع مش اكتر من كده تعارفيني التلات ترابيزات دولت لو هتجيبهم لوحدهم بيتكلفوا كام يعني الترابيزتين اللي فوق دولت ممكن يدخلوا في الف ونص لو هتجيبهم منفصلين عن الطاق فسعره حلو جدا جدا اه انا شايفة ان الطاقم ده لقطة لو في حد محتاجه اه انا شايفة سعره كويس جدا وكمان حالته ممتازة فده لقطة لاي حد هياخده بالنسبة للسعر وبالنسبة للحالة هنشوف بقى المطابخ عندنا المطبخ ده متر وعشرين على متال وسعره هنشوفه دلوقتي عنده مجموعة مطابخ حلوة بألف وستمائة جيني مقاسه متر وعشرين يعني معظم المطابخ اللي هنشوفها متر وعشرين دي جزامة اهي وفي مراية برضو جنبها بالطول برضو شكلها حلو دي المراية اهي وسعرها الف جنيه تمام في الصفرة دي كمان ست كراسي بالترابيزة بتاعتها بس هي مفيش عليها ازاز هي محتاجة الازاز بس وكمان زي ما انتو شايفين كده في البوفي وفي النيش طبعا بقى لو انت حاب تحطي شوية ورد في الفتحات دي برحتك اه يعني هو بيبقوا حطين فيها ورود جفة وحاجات كده بتبقى شكلها ظريف جدا ممكن تحطيها وتحطي عليها الازاز اه يبقى الصفرة دي اه زي ما شفتو كده ست كراسي والنيش والبوفي و اه ناقصها بس روح الازاز بخمس تلاف وخمسمائة جنيه تنجد الكراسي كمان يعني بالنسبة للكرسي اللي انا شدده ده وشفتو لأ حالته ممتازة طبعا اتو شايفين الصفرة مزنوقة ازاي فاللي يروح بقى يطلع ويبص على الكراسي كرسي كرسي عشان يتأكد اذا كانوا تمام ولا فيهم مشكلة في المطبخ ده كمان ده خشب بألف وسبعمائة جنيه قطعتين المطبخ ده تلت قطع هتشوفوهم دلوقتي طبعا المطبخ دي انتم ممكن تاخدوها وتغيروا في لونها التلت قطع بألف وخمسمائة جنيه ممكن تغيروا المقابط وتغيروا الالوان بتاعتها هتيبقى شكلها زريف جدا خصوصا اذا كان الخشب كويس وانا دايما بقول لكم خدوا نجار معاكم عشان تتطمنوا من الحاجة اللي انتم واخدينها المطبخ ده قطعتين وبألف جنيه فيه كمان المطبخ ده كمان برضو قطعتين بألف ومتين جنيه طبعا على فكرة المكان دايق جدا فيه ورانا كمان فيه خشب تاني ورانا بصوا انا لفيت عشان وطبعا مش هادر اجيب لكم الحاجة كلها لحد تحت لان فيه حاجات حجزاها فالمكان دايق جدا فانا بحاول على قد ما قدر ابيل لكم الشكل العام ليهم كان فيه كمان دولاب فرضاني للي حابين ياخدوا دولاب فرضاني فيه سرير فرضاني كمان عنده السرير متر وعشرين بسبعمائة جنيه بالملة بتاعته وفيه طبعا عنده متر كمان محتاجة برضو ده دولاب ده مطبخ مقاس متر بألف ومائة جنيه على متال وده فيه كمان مطبخ جنبه اهو خشب مطبخ ده برضو حلو بس للأسف مش باين بألف وثلتمائة جنيه اه دي كنبه سرير بألف وخمسمائة جنيه طبعا كنبه بتتفتح وتبقى سرير الناس اللي عنده المساحات دايقة الحاجات دي بتبقى ممتازة جدا في المساحات الدايقة وبتقدي غرض كبير جدا وبتسد معاك مشكلة كبيرة لو عندك ضيوف كتير وعايز اتوفر لهم اماكن للنوم اه فيه كمان قوض اطفال اه فيه القوضة دي اه اتنين سرير وكمودين ودولاب سعرها ألفين وخمسمائة جنيه طبعا ألفين وخمسمائة جنيه يعني دي حاجة كويسة جدا قوضة كاملة احنا بنجيب ألفين وخمسمائة دولاب بندفعهم مثلا في دولاب وبندفع اكتر كمان اه القوضة دي كمان تلات تلاف وخمسمائة جنيه سريرين والدولاب والكمودينو والتسريحة اه فيه كمان ده دولاب وسرير بس يعني بصوا ده سرير ومعه دولاب بس بألفين وثلتمائة جنيه زي ما قلتلكم لازم يبقى معاكم نجار يفضل يعني لو انت مش بتفهمي في الخشب يبقى معاك نجار عشان يتأكد من الحاجات اللي انت هتغضيها وتدفعي فيها فلوس سرير دورين بألفين جنيه اه فيه كمان هنا اه قط النوم اللي جوه دي قوضة شبابي كده بأربعة تلاف جنيه وفيه كمان نيش يمكن الصورة مش تطلع واضحة شوية عشان الشمس كانت ضربة فيه سعره تقريبا 1500 جنيه فيه دولاب فرداني بألف جنيه كل الحاجات دي هتظهر معاكم بس احنا كده جولتنا خلصت ما تنسيش بقى لو الفيديو عجبك لايك وشير للفيديو لو اول مرة تشوفيني تعملي سبسكرايب للقناة بشكركم جدا على تفعلكم مع محلة انتكاو التونسي ومتشكرة جدا لتعليقاتكم الجميلة اشوفكم بقى في جولة جديدة باي بوي